شهد سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات الحفل السنوي ملتقى شركاء الارتقاء الذي نظمته الدائرة لتكريم شركائها الاستراتيجيين بحضور رؤساء ومدري دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة وعدد من القيادات ممثلي القطاع الحكومي المحلي والاتحادية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى نخبة من الدعمين لمسيرة الدائرة والمسؤولين ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة من جميع أفرعها وتهدف الدائرة من خلال هذا الحفل إلى تقوية جسور التعاون بينها وبين شركائها التي تسهم بدورها في تحسين وتجويد الأعمال المشتركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموحدة التي تنهض بالإمارة وتضمن الحفل عرض مادة فيلمية مصورة تناولت مسيرة إنجازات الدائرة في جميع مجالات اختصاصها ثم قام سعادة بن خادم يرافقه السيد عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة بتكريم الشركاء الاستراتيجيين مجموعة لكي دائرة الموارد البشرية رئيس دائرة الموارد البشرية طوال عبدالله الثالث رئيس بصم التصوير